طيب لو تعمقنا أكثر في هذا الموضوع صف لنا السرداب وماذا تعرف عن المكان الذي يسكن فيه عندما خرج المهدي هذا المهدي المنتظر خرجه فالتفت يميلاً هاها والتفت شمالاً هاها ونظرها ها 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 فوجد أمامه أربعة أخزاق شنو أخزاق أربعة جروف فقال هل أختار لا لا هل أختار لا لا هل أختار لا لا فاختار الرابعة يا والتي فاختار فقفجع فاختار فقفجع هذا معروف عندنا فيه ندرشها للأبناء فدخل إلى السرداب فإذا به سرداب أفج مغمور عدج سائب غير لائب متملهج الوجنات حائل مصمغر كليف اللوعة مسمهر النزوات كل ما كان فيه له وكل ما هو له فيه فكان كل ما دخل السرداب عندما دخل ماذا قال السرداب؟ أحجر نعم أحجر بعد حجر وهو صيح الكاف فأحجر وفرح واستبشر فقاء وقاء وماذا قال السرداب؟ هذه لائلتي وحلم حياتي والسخر قال الله يا الله الله لأنه سخر بينما أضيء من الزمان وآتي الله يا أصغر نعم فعندما دخل السرداب الآن له من الزمن ألف عام حتى بيضت وألف ها موضوع ثاني ألف عام الآن داخل السرداب ترجمة نانسي قنقر